أعلن الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لهيئة صندوق العمل تمكين إطلاق جائزة البحرين للتقنية في نسختها الأولى ضمن أعمال الجناح البحريني في معرض جايتكس 2017 الذي افتتح في دبي وأشار جناحي على هامش انطلاق أعمال الجناح البحريني في معرض جايتكس 2017 إلى أن قيمة الدعم الذي قدمته تمكين لمؤسسات قطاع تقنية المعلومات والانتصالات بحسب التقرير النصف سنوي للعام 2017 تصل إلى 14% من مجموع الدعم المقدم للمؤسسة وحرص تمكين على دعم مشاركة الجناح البحريني في معرض جايتكس الدولي للعام العاشر على التوالي بوصفها شريكا استراتيجيا وذلك بالتعاون مع جمعية البحرين لشركات التقنية حيث شارك في الجناح البحريني 45 مؤسسات تمثل القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين